في رسالة واضحة لحزب الله وميليشياته الإرهابية الخارجة عن الإطار القانوني للدولة والمدعومة من طهران دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو القوى الأجنبية إلى الكف عن التدخل في السياسة اللبنانية وتطبيق اتفاق للنأي بالنفس عن الصراعات في المنطقة وهي السياسة التي كان طالب بها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري كشرط للتخلي عن استقالته وفي الاجتماع الذي احتضنته العاصمة الفرنسية باريس لمجموعة الدعم الدولية للبنان جاء خطاب الرئيس الفرنسي واضحا في التأكيد على أن لبنان يتمتع بدعم كامل من المجتمع الدولي وأن فرنسا تنوي تعزيز هذا الدعم محددا ثلاثة التحديات أساسية يواجهها لبنان في المرحلة الراهنة وهي استئناف العمل السياسي وإعادة إحياء نشاط المؤسسات الحكومية ودعم الجيش اللبناني لبنان يتمتع بدعم كامل من المجتمع الدولي وعليه تطبيق سياسة النأي بالنفس بشكل كامل الاحتياجات كبيرة في لبنان والدعم الموجود حاليا غير كاف وفرنسا تنوي تعزيز هذا الدعم مع ألمانيا والسلطات اللبنانية على برنامج تعزيز البنى التحتية في لبنان عن طريق البنك الدولي رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أعاد التأكيد على ضرورة التزام جميع المكونات السياسية في لبنان بسياسة النأي بالنفس وضرورة تأهيل البناء التحتية للبنان ومؤسساته الحكومية الرسمية إن سياسة النأي بالنفس التي أعادت حكومة التأكيد عليها وتبنتها كل مكوناتها السياسية تسمح لنا بالحفاظ على وحدتنا الوطنية في إطار احترام الإجمال العربي إنني على ثقة أنكم جميعا واعون أن لبنان يوفر خدمة عامة للعالم أجمع باستقباله أكثر من مليون ونصف نازح سوري على أراضينا وعلينا الانقراض في خطة إعادة تأهيل البنى التحتية والنهوض باقتصادنا وهذه الخطة لن تتحقق من دون دعمكم ودعم جميع أصدقاء لبنان وقد انعقد اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان بحضور رئيس الوزراء اللبناني ومشاركة مجموعة الدول الداعمة للبنان والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة سياسة النأي بالنفس وتفعيل مؤسسات الدولة وبناء الجيش لمواجهة الميليشيات الخارجة عن القانون مبادئ أكد عليها المجتمع الدولي في اجتماع باريس في خطوة أولى لمواجهة التدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة عبر ذراع حزب الله الإرهابية خالد الخالد الإخبارية باريس